من الأستاذة عزة من إسكندرية السلام عليكم الدكتور عام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزي حضرتك نعمة وفضل الحمد لله كل حضرتك والمشاهدين كلهم بخير وحضرتك وكل أحبابك بخير إن شاء الله أنا سبق كلمت حضرتك مرتين قبل كده لما عارفت على حضرتك أن جديدك كتبت كل حضر خلفي حضرتك إحنا عرضنا الأمر على القانون والقانون وقف كل حاجة بأن هي مش من حقها أنها تكتب حاجة مش بطاعتها إذ مفروض أن أنا أكتب حاجة بتاعتها هي إيه مش ببتاعتها يعني أنا جديدها لها أمانة هي مكان فعلا أمانة لي إدعالها أمانة يعني وكتبها لها بيع وشرة كتبها لها أمانة علشان خاطر تورسها لبناتها معلش أنا مش فاهم يعني هي جديدك كتبها لها بيع وشرة جديدك كتبها لها بعقد سوري عقد سوري عقد سوري والعقد موثق لا مش موثق طيب وبعدين وبعد كده قال لها ان في امانة ان فيما بعد بعد حياتها ان هي انها تبقى البنات طيب اما لو هو طلب منها اذا كان هو ما نقلش الملكية ليها يبقى هو طلب منها ان هي تتصرف التصرف ده انه هي اديها البناتها ليه اذا ما نقلش الملكية ليها علشان خطر هو معهول ولاد لا 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 مش اصد كده لا لا حضاريك هو لو ما كانش نقل الملكية بشكل صحيح ليها عشان يحافظ على الاموال دي وهي تكون عندها اسلم مع حضاريك على سبيل الامانة لو هو ما نقلش الملكية نقلا تاما ليها ليه بيوصيها ان هي اللي تقوم بدا ما خلاص علشان مع عمد هات اولاد وولاد يا دكتور استاذ عزة هو كده الست دي بما ان معناه مع هاش شيء رضي الله عنها مع هاش شيء يثبت ملكيتها التامة فيما مش من حقها ان نتصرف وتوزع الاموال بعد كده على بناتها دكتور عمر هي العقد ده معاها من ايام من سنة الثمانين ما مش موثق حضرتك لما سألت حضرتك قلتلك هل يجوز ان هي تاخد حاجة تديها لابنة بس تفرق عن الاثنين قلتلي اصلا ما يسماش ان هو ورثة عشان اقولك ينفعه لما ينفعه طيب انا اقول لحضرتك حاجة احنا عندنا في الافتاء حاجة مهمة جدا ايه اللي عندنا في الافتاء انت حضرتك عرضت علي ان هو نقل الملكية لوالدتك معنى نقل الملكية لوالدتك انت حضرتك بتقولي حاجة جديدة حاجة جديدة ايه ان حضرتك دلوقتي بتشككي في العقد الذي نقل به جدك هذه الاموال الى جدتك صحي كده اشككش يا دكتور انا بس عايزك تفهمني لا بس معلش انا اللي بسأل بسأل حضرتك هل حضرتك لان دلوقتي انا بتصور المسألة هل حضرتك بتشككي في هذا العقد يا دكتور ممكن تفهمني حضرتك وجهة نظري المعنى ايه انا مش عايز وجهة نظرك انا عايز اسمع الواقع الاول ما هي الواقع كده السؤال استاذ عزة استاذ عزة وتعب وسقي وعمل ارش في الدنيا هو واولاد استاذ عزة انا مسؤوليتي الاول خالص في اي مسألة فقية في اي مسألة افتاية ان انا اتصور المسألة فسؤال يا هو حضرتك شايفة ان العقد اللي نقل به جدك ماله لجدتك عقدي صحيح ولا مش صحيح هو صحيح ولكن ادي اول نقطة استنى بس ادي اول نقطة اذا هي ملكة هذا المال ملكا صحيحا صح تمام الهدف او المقصد اللي حضرتك بيتكلمي عليه ده ممكن يختلف عليه لانه منين هل هو كتب ان هو اودع هذا المال الذي نقله ملكا صحيحا هل هو كتب انه نقله على سبيل الامانة هو كتب كده لا ما كتبش على سبيل الامانة بس انا هو لحيتك يا دكتور مال احنا عرفنا النواة على سبيل الامانة منين يعني انا مثلا معايا بنتين انا عندي سؤالي بس سؤالي يا استاذ عز انا عايز اتصور المسألة عشان افتيكي على مسألة انا متصورة بص يا استاذ عز احنا في الفتوى عندنا اربع مراحل مرحلة الاولى اسمها مرحلة تصوير الفتوى تصور الفتوى ان انا تصور الفتوى من السائل مرحلة التانية اسمها تكييف الفتوى مرحلة التالتة البحث عن الحكم مرحلة الاخيرة اصدار الفتوى فانا بقول لحضيك في تصور الفتوى اذا جدك نقل ملكية هذا المال الى جدتك بعقد صحيح صحي كده؟ تمام وهي كاملة الاهلية ولا هي محجورة عليها لا لا هي كاملة الاهلية يبقى هي ملكة هذا المال ملكا تاما وهي كاملة الاهلية احنا بقى بنقول ايه؟ بنقول يا جماعة هي هذا المال نقل اليها على سبيل الامانة هل عندنا دليل يدل على ذلك؟ طب هل يفق يا دكتور؟ لا 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 خالص بس واحدة 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 واستاذ عزة والله انا بفهمك بهدوء اهو هل عندنا ملكة ولا حضرتك والله انا بس األك هل 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 هندانا دليل يدل على ذلك؟ لا طيب هنعمل ايه طيب؟ ما احنا ايه اللي يخلينا وحدة ملكة فلوس دلوقتي نقولها على فكرة ملكك لهذا المال مش من حقك ولذلك هو الدين يا دكتور ولذلك أستاذ عزة قالني أدي مش قضيتنا دلوقتي قضيتنا الاول المال نقل نقل دكتور ازمائي طب أستاذ عزة خلينا اقول لحضرتك حاجة احنا عندنا حاجة مبدأ رائع جدا جدا في الافتاء أن المسألة إذا أحيلت للقضاء نمسك عن الافتاء فيها ليه بقى؟ اسمعيني بقى أعظم نموذج على هذه القاعدة الأصيلة اللي احنا وضعناها في الافتاء لأنه غرض في الافتاء استقرار الأحكام احنا من ما وضعنا القاعدة دي ايه وضعناها ليه؟ عشان ما تتضربش الأحكام والإني من الذي بيده استجلاب الشهود؟ القاضي هل ممكن القاضي يبعث لشاهد؟ وبعدين الشاهد ده يرفض للقاضي أن يعاقبه إذا كان هو شاهد أساسي أو أصيل في هذه المسألة للقاضي أن يبحث عن الوسائق اللي بتدل على مسألة ماذا؟ على مسألة هو نقل هذا المال على سبيل الأمانة ولا على سبيل الملكية والهبة ده برضو القاضي هو اللي ينتظر في الأمور دي لكن المسألة إذا انتقلت إلى القضاء خلاص بنمسك عن الافتاء فيها بنمسك عن الافتاء فيها ليه؟ عشان احنا ما عندناش حكم؟ لا لأن القضاء له بحث زائد وبحث خاص في مسألة الوسائق فخلاص كده راحت لقاضي المسلمين اللي في المحكمة وهو الذي سيتولى التحقيق في كل الأدلة وكل الوسائق المعروضة في المسألة هل كلام واضح يا أستاذ عزة؟ طيب عشان بس الكلام اللي احنا ذكرناه في الفاتوى دي احنا عندنا أصول وقواعد في الفاتوى لما الناس ما كانش عندهم هذي القواعد في الفاتوى عملونا مشاكل كتير وأفسادوا الحياة وهم عملوا ودايما عند ناس عندهم فكرة كده مصصحيحة احنا بنكرس ان هي مصصحيحة وهي فكرة ايه؟ ان احنا مش عايزين القانون احنا عايزين شرع الله العبارة دي عبارة خطر لان القضاء ده ده قضاء المسلمين ده قضي المسلمين اللي هو سلطته الزمية احنا عندنا القضاء يقول بيان الحكم الشرعي في واقعة مع الالزام طيب الفاتوى بيان الحكم الشرعي في واقعة بغير الزام يبقى مين اللي لو اصدر الحكم الفقه بتاعه او بين الحكم الشرعي بتاعه يلزم القاضي يبقى الكلام اللي في المحكمة ده كلام شرعي كلام شرعي يبقى لما هو القاضي يحكم بهذا أصبح ذلك ملزما فلازم نتنبه في ده